بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج يل ترينج جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة ألهمة جدا للعديد أو عرض العديد من الكواليس والأخبار المهمة جدا التي تخص الأهلي أو مصار على الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة حلفاء كواليس وتفاصيل مهمة جدا والنهاردة هنستعرض بعض المعلومات التي تخص ملف التحكيم خاصة بعد اجتماع الأمس للجنة الحكام مع عدد من حكام مباريات الأسبوع الأول والأسبوع الثاني كمان هنتكلم على رحلة الأهلي إلى تنزانيا هنتكلم على مباراة أمبي في كأس مصر هنتكلم على ملفات مهمة جدا أكيد كل الناس على السوشيال ميديا بتسأل وعايزة تفهم إيه اللي بيحصل في الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية حلفاء كواليس مهمة وبالتأكيد هنتابع كمان تدريبات الأهلي النهاردة يكون أول التدريبات واستيناف التدريبات عاقب مواجهة سان جورج في البطولة الإفريقية واليوم بداية التدريبات استعدادة لمواجهة أمبي في كأس مصر بعد غد الأربعاء في الساعة السابعة مساء بإذن الله في لقاء نصف نهاء الكأس والمؤجل من العام الماضي عموما عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وبما أن خلاص الأرعة دوري أبطال إفريقيا والكأس والكونوفدريلية الجمعة المقبل فازعرف توقعات حضرتكم لمجموعة الأهلي في دور الأبطال قبل إجراء الأرعة يوم الجمعة المقبل في جوهانسبرج من خلال رؤيتكم وتوقعاتكم شايفين قرعة الأهلي مين اللي هيكون موجود مع الفريق هل ممكن نشوف سانبا التنزاني موجود مع الأهلي في المجموعة هل ممكن يكون بيراميدز موجود مع الاهلي هل ممكن مجموعة كلها تبقى مجموعة عربية الاهلي مع بيراميدز مع الهلال مع النجم الساحلي هل ممكن مازينبي ييجي في طريق الاهلي يعني كل واحد يكتهد كده ويحاول يتوقع القرعة وفي الجزء الأخير من الحلقة بالتأكيد هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم من خلال رؤيتكم اللي هتكتبوها على صفحات القناة على السوشيال ميديا ولكن بسرعة نروح لأهم العنوين البداية في ترند الاهلي الفريق يستانف تدريباته استعدادا لمواجهة امبي وفي الترند المحلي فيتوريا متحمسون لصناعة التاريخ في كأس الأمم وفي الترند العالمي بيان ناري من ليفربول ما فيش كلام في الصحف العالمية أو تحديدا في الوكالات الأنباء الإنجليزية إلا على وقعة مباراة ليفربول أمام توتنهام بالتأكيد بعد إعلان لجنة الحكام خطأ حكام تقنية الفيديو وإيقافهم عن التواجد في الفترة القادمة نادي ليفربول أصدر بيان رسمي كل ده بالتأكيد عن تناوله ولكن في الترند العالمي طيب دلوقتي نروح لاستعراض جولة مباريات اليوم والنهاردة فيه ختم مباريات تدور أبطال إفريقيا اللقاء مؤجل من يوم السبت الماضي نظرا لعدم وصول بطل سيراليون في الجزائر ساعة تسعة من مساء اليوم اللقاء الأخير في الدور التمهيدي اللساني شباب بلوزداد الجزائري يستضيف بورونجريس بطل سيراليون اللقاء الأول انتهى خارج الأرض فاز شباب بلوزداد خارج أرضه 3-1 وبالتالي فرص تأهله وردة بنسبة تتخطى 90% شباب بلوزداد بالمناسبة هيكون في التصنيف الثاني طيب نروح لمباريات الدور الإنجليزي واستكمال مباريات الجولة الخاصة بالدور الإنجليزي الساعة تسعة من مساء اليوم فولهم بيستضيف تشيلسي وفي الدور الأسباني الساعة التاسعة أيضا لسا بالماس بيستضيف سلتافيجو ولكن في الدور الإيطالي في مباراتين هيبدأوا ستة ونص تورينو بيستضيف هلاس فيرونا وساسولو بيستضيف موينزا والساعة التاسعة إلى ربع فورنتينا بيستضيف كالياري دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدور الإنجليزي أو حتى الإيطالي والفرنسي وكل التوفيق رب للأهل في لقاء أم بي يوم الأربعاء المقبل فاصل ثم نواصل طيب الأهل بالتأكيد بيستعد الفترة اللي جاية لتلت بطولات تلت بطولات؟ آه تلت بطولات أول حاجة هيلعب مع أم بي يوم الأربع في نصف نهائي كأس مصر دي بطولة العام الماضي بطولة العام الماضي لسه ما انتهيتش ولسه النهائي هيكون في مارس عشرين أربعة وعشرين بعدها باثنين وسبعين ساعة الأهل عنده مباراة مع الإسماعيلي في برج العرب دي مباراة في الجولة الثالثة من الدور العام إن شاء الله يكون آخر مباراة للأهل في الدوري قبل توقف طويل جدا نتيجة مشاركته في السوبر ليج الدوري الإفريقي وكمان نتيجة الأجندة الدولية المنتخبنا الوطني اللي هتبقى في شهر عشرة وشهر احداشر طيب أكيد هتكلم على مباراة أم بي وهتكلم على استعدادات الأهل لمباراة أم بي ولكن هأجل الجزء ده شوية لغاية لما نقرب شوية من معادة التمرين ويكون معانا زمننا محمد توفي من ملعب مختار تيتشي بالجزيرة ولكن قبل كل ده هايزة أتكلم على نقطة مهمة جدا المتعلقة برحلة الأهل إلى تنزانيا الأهل بيذن الله هيسافر تنزانيا يوم 17 أكتوبر يوم 17 أكتوبر ولنا عارفين أن المطش يوم 20 أكتوبر في تنزانيا الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة وهيكون في حفل افتتاح من الساعة 5 ونص للساعة 6 لتلت حفل افتتاح مدته 10 دقايق قبل نص ساعة من معاد اللقاء وخلاص الأهل على المستوى الإداري ابتدأ يحضر لفكرة السفر والرحلة إمتى والساعة كام والطيران إزاي خاصة أن الأمور اللوجستية المتعلقة بسفر الفرق وإقامة الفرق والتنقلات في الدور الإفريقي مختلفة تماماً عن الرولز الموجودة في دور أبطال إفريقيا دور أبطال إفريقيا مع الاتحاد الإفريقي كل نادي بيتحمل تكاليف سفره وإقامته وتنقلاته وكل شيء ولكن في الدور الإفريقي هناك شركة الاتحاد الإفريقي وقع معها اتفاقية الشركة دي مسؤولة عن البطولة من إيه تزد؟ من كل شيء الانتقلات، التنقلات، الصفر، الإقامة، الإعاشة، كل حاجة حتى تذاكر الطيران كلها من خلال الشركة ولكن بأعداد محددة يعني يقولك لو هتسافر بـ 45 فرد أنت هتتحمل 10 بس وأنا كشركة هتحمل 35 فالآله في الأمور اللوجستية بصراحة يعني إدارة النادي الآله اشتغلت على الملف ده بشكل كويس جداً على مدار آخر حوالي 10 أيام أو على مدار آخر الشهر تحديداً كان فيه اتصالات وكان فيه اجتماعات وكان فيه تفاصيل كتيرة جداً تمت من خلال إدارة النادي الآله مع الشركة الإيطالية ولكن في النهاية الأهلي توصل إلى فكرة أنه هيسافر بطائرة خاصة فكرة بقى الأبجريد من فكرة أنه أنا هسافر بطائرة خاصة والشركة هتتحمل تكاليف السفر في إطار معين أو رولزو محددة أنا كنادي أهلي بالتأكيد بعرف أعمل الأبجريد ده بشكل كويس جداً عشان أوفر لفرقتي كل سبل الراحة والاستعداد للمباراة القادمة فرحلة السفر هتكون عبر رحلة خاصة طائرة خاصة يوم 17 أكتوبر يوم الثلاث إن شاء الله الفريقة هيسافر إلى تنزانيا رحلة السفر على فكرة ما بتستغرقش أكتر من حوالي 5 ساعات تنزانيا يعني مش من الدول البعيدة عن مصر في القرى الإفريقية أنت بتتكلم في 5 ساعات رحلة طيران و5 ساعات ونصف في رحلة العودة من دار السلام إلى القاهرة طب موقف لعب الأهلي لأن الرحلة دي مرتبطة بصفر اللاعبين هيبقى إزاي لأن انت ساعتها هيكون عندك لعب الناجي الأهلي بلعبه في منتخبنا الوطني وعلي معلول بلعبه في منتخب تونس وقاليو ديانجي بلعبه في منتخب مالي وبيرسيتاو بلعبه في منتخب جنوب إفريقيا فبالتالي أنت الأمر بالنسبة لك هيبقى فيه تشتيت بنسبة كبيرة لأن انت بتتكلم على ما يقرب من حوالي من 8 إلى 9 لعيبة على الأقل محتاج الأهلي يستنى سفرهم عشان ينضموا للبعثة في تنزانيا قبل مواجهة سنبا التنزاني بوقت كافي أنا بقول لكم التفصيلة دي تتشرح إزاي فلعبت الأهلي اللي موجودين في منتخبنا الوطن هيلعبه مباراتين مع روي فيتوريا مع منتخب مصر فيه أبو ظبي وتحديدا فيه مدينة العين يوم 12 مع زنبيا ويوم 16 مع الجزائر والحمد لله أنا ماتش الجزائر بقى يوم 16 مش 17 فوارد جدا بنسبة كبيرة عشان تكسب وقت وما يكونش فيه رحلة سفر طويلة للعبة النادي الأهلي إنهم يجوا من أبو ظبي على القاهرة ويستنوا معادة طيارة ويطلعوا من القاهرة على تنزانيا كده يبافع جهاد فجاري الاتفاق إن لعبة النادي الأهلي اللي هينضم المنتخبنا الوطني في أجندة شهر عشر الجاري عشان مباراتين زنبيا والجزائر يسفروا مباشرة من أبو ظبي إلى تنزانيا رحلة طيران من الإمارات إلى تنزانيا فبالتالي تختصر وقت الصفر اللاعبة توصل سواء قبل لعبة الأهلي أو بعثة الأهلي أو بعد بعثة الأهلي أي أن كان مهم يكونوا موجودين يوم سبعتاشر في تنزانيا ورحلة الصفر ما تستخرقش وقت كبير فبالتالي أي أن كان اللاعبة اللي هيضمها فيتوريا أنا سمعت ممكن يكون أربعة هل ممكن يوصلوا لستة سبعة أي أن كان مهم هيخلصوا موتش الجزائر يوم سبعتاشر وعلى طولها هيسفروا من أبو ظبي على تنزانيا لسه موقف علم على قول الغاية اللحظة دي مش واضح وأنا دايما بتواصل مع الزملاء والأصدقاء في الجامعة التونسية عشان أعرف الموقف بالزبط لسه لغاية اللحظة دي الاتحاد التونسي ما حسمش فكرة المحترفين مين اللي هيضمهم جلال القدري خلال الفترة جاية ولكن تونس عندها مبرامة على اليابان يوم سبعتاشر في توكيو المفروض فيه اتصالات تمت مبين إدارة النادي الأهلي مع الشركة الإيطالية بحيث أنه يكون فيه توفير لتزاكر طيران ورحلة صفر مباشرة سواء لعلي معلول أو أليو ديانج اللي هيكون موجود مع منتخب مالي في السعودية أو حتى مع بيرستاو اللي هيكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا في أبيجان فوارد جدا يكون فيه رحلات مباشرة من الدول دي إلى تنزانيا عموما ده هنشوفه خلال الفترة جاية ولكن لغاية اللحظة دي الشيء الوحيد اللي تم تحديده أن لعبت الأهلي مع منتخبنا الوطن هتسافر من أبو ظبي إلى تنزانيا مش هارجعه على القاهرة في المقابل اللاعبين المحترفين ألا الثلاثة سواء تاوى ديانج معلول لسه بفيه اتصالات عشان نعرف معد عودتهم من منتخبات بلدهم وإمتى يسافروا وإزاي هيسافروا وهل ممكن أصلا يكونوا موجودين في الأجندة مع منتخبات بلدهم ولأ ده هيتحدد خلال الساعات الجاية ولكن إدارة النادي الأهلي بتعمل مجهود جبار جدا في هذه الجزئية الناس تقول لي تبقى إحنا ليه اللي يرغمنا على كل ده للأسف يا جماعة هي البطولة جمعة ده في التوقيت ده ومرس الكولار كانتكلم على الجزئية دي إن الفيفا مع الكاف اتفقوا إن البطولة تكون في الفترة دي ما بين أجندة عشرة وأجندة حداشر فتتلعب في الفترة من 20 أكتوبر لحداشر نوفمبر طبعا فكرة السفر والتنقلات في القرى الإفريقية الناس مش عارفة إن هي مختلفة تماما عن أوروبا ولكن ده اللي حصل فدي الموعدة اللي اتحددت وحظنا يعني إن القرى قالت إن الآل هيلعب مطش الافتتاح عارفين لو الآل هيلعب مطش وم 21 أو 22 يعني كان يبقى الأمر أفضل شوية من 16 ل 22 أو 21 في مساحة وقت ولكن القرى هي اللي جابت الآل مع سنبا واللي افتتاح هيكون في تنزانيا يعني أول مطش في البطولة هيكون مطش الافتتاح مع سنبا في تنزانيا فدي الأمور المتعلقة بصفر الآل والتحضير إدارة الأهلي لمواجهة تنزانيا على فكرة قيمة الفريق اللي هتشارك في البطولة المفروض يوم 10-10 يتم تسجيل القيمة النهائية اللي هي لـ 30 لعب القيمة النهائية لبطولة السوبرليك 30 لعب آخر معد إرسال القيمة يوم 10 أكتوبر من بعد 10 أكتوبر بقى عند لقمتش يوم 20 لما تختار قيمة المباراة اللي هي 23 لعب في المباراة تختار من 30 تختار من 30 انت بعد قيمة مبدئية 40 لعب دي بعدتها 15-9 هتختصر لـ 30 لعب يوم 10-10 يوم ما تختار قيمة أي مطش مطش سيمبا الزهاب مطش سيمبا الآياب ربنا يكرم ونتأهل لسيمي فاينال أي مباراة في المباراة الستة على مدار البطولة قيمة 23 لعب اللي هتدخل بيها قيمة المباراة لما تختار منها هتختار من 30 والقيمة 23 مش 20 زي الدوري أو أفريقيا 23 11 لعب أساسي و 12 لعب على دكة البودلاء فدي الأمور المتعلقة بأول مباراة الأهلي في السوبرليج لسه فيه تفاصيل تانية ولسه فيه أخبار كتيرة ولكن مع قرب موعد البطولة هنقولك بالتأكيد كل تفاصيل هذه البطولة أروح لملف تاني وهأجل شوية الحديثة عن قصة طماطش أمبي والأهلي بيستعد زي الأمبي لغاية لما نقرب شوية من معاد التدريب ولكن عايز أروح لملف تاني وهو ملف متعلق بالتحكيم إمبارح كان فيه اجتماع للجنة الحكام مع حكام مباريات الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وإمبارح أنا قلت لحضراتكم بعد الاجتماع هيكون فيه قرارات متعلقة ببعض الأطقم التحكيمية اللي أخطأت في مباريات الدوري الأسبوع الأول والأسبوع الثاني وسيتم إيقافهم واستبعادهم لفترة معينة من إدارة المباريات بالفعل بالفعل مصدر رسمي بلغني أن الكابتن أمين عمر مش هيكون موجود في الأربع أسبوع المقبلة في الدوري العام والكابتن حمد القلاوي كمان مش هيكون موجود في الدوري خلال الأربع أسبوع المقبلة فبالتالي أمين عمر ومحمد القلاوي مش هيكون موجودين في الدوري في الأسبوع الأربع المقبلة وإمبارح بريرة استعرض الأخطاء التحكمية والحالات التحكمية وكان واضح جدا في الحالات التحكمية اللي بيستعرضها مع الحكام وكان بيتكلم معهم في صلب القانون أيا كانت المؤثرات الجانبية أي أن كانت الظروف اللي تعرض لها بعض الحكام في المباريات ولكن الرجل بيتكلم على القانون أنت أخطأت لازم تتعاقب شرحت القانون غلط لازم تاخد جزائك فبالتالي ده أول قرار من فيتور بيريرا في بداية الموسم مش عايز أقول لو هو بيظهر العين الحمراء ولكن ده الطبيعي ده المنطقي لازم يحصل لو ما كانش بيحصل قبل كده ده مشكلة اللي كان بيدير قبل كده ولكن ده الطبيعي حكم بيغلط لازم يريح شوية ويبعد شوية والمهم جدا للحكم كمان يكون عارف من جواني عنده قناعات أن أنا أخطأت عشان لما ترجع ما تتقررش نفس الأخطاء لأن أنا عارف أن في بعض الحكام ومش بتكلم على أمين أو حماد أنا بتكلم عموما يعني في بعض الحكام بتبع عندها قناعات أنا ما بغلطش في حكام عندها بعض القناعات الناس فهم غلط فلا يعني لو حصل غلط لازم الحكم يبعد شوية لغاية لما يرجع ويحس أنه أخطأ عشان ما يقررش الخطأ التاني على فكرة بقى الأهم من فكرة الإيقاف أو الاستبعاد للحكام من المباراة الفترة اللي جاية أن فين برح حكام مش عايز أقول رصبه ولكن لم يوفقوا في الاختبار البدني للمرة التانية لم يوفقوا في الاختبار البدني للمرة التانية مش عايز أقول رصبه عشان هم حكام كبار جدا ولكن الفكرة أن أنا كحكم دولي أو حكم كبير لي رصيد في الدور العام صعب علي قوي أن أنا أعمل اختبارات بدنية مرة واثنين واسقط والسنة اللي فاتت في أول اختبار بدني واسقط بس الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت أن السنين اللي فاتت كنا نعرف أن الحكم سين صادعين رصب في الاختبار البدني وبعدها فترة قريبة يعني لاقيه الحكم موجود في الدورة ايه يا جماعة هو نجح امتى قالك لا ما اتعمل الاختبار في الفجر كده ونجح وعد المرة دي لا ما حصلش الكلام ده على هامش اجتماع بريرة مع الحكام المبارح في احد الفنادق يعني اتعمل اختبار بدني ليه محمد الصباحي محمد الحنفي محمود عشور خالد الغندور حسام عزب حجاج تمام عايز لكم للأسف لم يوفقوا في الاختبار البدني وبالتالي هؤلاء الحكام مش هيكونوا موجودين في الدورة الفترة اللي جاي لن يسمح لهم بادارة اي مباراة في الدورة خلال الفترة اللي جاي لغاية لما يتم اعادة الاختبار البدني لهم تاني طب امتى اعادة الاختبار البدني المفاجأة بعد ثلاث شهور او تحديدا خلال الثلاث شهور اللي جاي خلال الثلاث شهور اللي جاي بمعنى أصح فكرة أن الحكام رسبوا النهاردة فبعد أسبوعين ثلاثة يلا اختبار تاني لا مش قبل ثلاث شهور يعني على نهاية السنة هيكون الحكام بيتعملهم اختبار بدل تاني بوجود بريرة وعايز أعلكم على فكرة يمكن من الكواليس اللي جات لنا يعني أن في ثلاث حكام من الخمسة جالهم إصابة بشد في العضلة الخلفية وصلت حتى لدرجة المز وصلت لدرجة المز وللأسف منهم اتنين حكام صغيرين المفروض اللي يقل بدلاتهم تبقى أفضل من كده ولكن للأسف دي نتيجة الاختبار البدني اللي اتعامل في حضور بريرة بريرة كان حريص جدا أن الاختبار البدني مش هيتعمل إلا في حضوره وأي اختبار بدني هيتعمل من وراه مش هيعترف به فالحكام دي مش هنشوفه في الملعب إلا لما يكتزوا الاختبار البدني طيب جزئية تانية هل ممكن يتمي اللي استعانى بيهم في غرفة تقنية الفيديو؟ يعني الناس لو لقيت الحكام أو هؤلاء الحكام في إدارة بعض المباراة في غرفة الفيديو مفيش مشكلة بريرة قد يستعين بيهم في غرفة الفيديو خلال الفترة اللي جاي آخر حاجة قبل ما أقفل ملف التحكيم ودمه فجأة وخبر قادر أقول انفراد لأن محدش تناوله في الفترة الأخيرة كلكوا عرفين أن القائمة الدولية تم إرسالها يوم 27 تسعة ومعلوماتي لما اتكلمت النهاردة مع مسؤول في اتحاد الكورة قال لي مش هنعلن القائمة الدولية حتى بعد ما بعتناها للفيفا إلا لما الفيفا يعتمد ليه؟ قال لك وارد يحصل أي تعديل فمش هنعتمد ومش هنعلن إلا لما الفيفا يعتمد ويدينا الأبروف على فكرة القائمة اللي احنا بعتناها طب أبرز الكواليس إيه يا أستاذ في فكرة القائمة أنا بسأل في التفاصيل هل حد خرج؟ هل حد دخل جديد؟ حكام الملعب، حكام الفيديو، كرة الصلاة، كلهم زي ما هو ما فيش أي تعديل، يمكن كرة الشطائية خرج حكم ودخل حكم ولكن كل الحكام في القائمة الدولية هم هم الحكام اللي كانوا موجودين في قائمة عشرين تلاتة وعشرين ولكن المفاجأة أن في حكم خد شارة الملعب وشارة الفار مش بعمل ساسبنس، مش بعمل إثارة والله بس أنا إيه؟ أعايد الناس تنتظر معي عشان تعرف الإسم في حكم خد شارة الملعب وشارة الفار أنا الملف ده كنت بتكلم فيه الفترة اللي فاتت وكنت بطالب بأكتر من إسم ولكن لما يجي إسم من الأسماء التلاتة أربعة اللي أنا قلتها يعني أقدر أقول نجحنا ولو بنسبة تلاتين أربعين في المية في إقناع السادة المسؤولين على أن احنا كلامنا كان كلام صح كان دايما اللي موجود في القيمة الدولية معه شارة الملعب وشارة الفار هو الكابتن محمود أبو الرجال المساعد الدولي في حكم تاني خد نفس الكلام نفس الشارة شارة الملعب وشارة الفار الناس دلوقتي بتتفرج هل مين؟ هل حد من حكام الساحة؟ لا طب مين؟ هل حد من حكام المساعدين؟ أيها مين؟ الكابتن أحمد حسام طه خد شارط الملعب وشارط الفار زي محمود أبو الرجال ليه؟ لأن الرولز اللي أنا شرحتها قبل كده أن الفيفا والكاف الفترة اللي جاية لما هي اعتمد على حكم في البطولات القرية والدولية يفضل أن الحكم ده يكون معه الشارطين الشارطين الدولية اللي هي شارط الملعب وشارط الفار ده تطبق بس الغاية دلوقتي في المساعدين كنت أتمنى يحصل مع محمد معروف وأمين عمر لأن الاتنين دول في النخبة وقائمة البروفيشتر وإحنا دخلها على بطولات كبيرة الفترة جاية ولكن للأسف لم يحدث الوحيد اللي تم استثنائه وتم ملح شارط الفار مع الملعب زي يابو الرجال كان الكابتن أحمد حسام طه اللي عنده كاس عالم تحت 17 سنة خلال الفترة اللي جاية نتمنى له التوفيق وألف مليون مبروك ولكن القائمة الدولية زي ما هي محمد عادل بن بريكلو موجود في القائمة الدولية زي ما كنت بأكد على بعض التفاصيل الحمد لله كل اللي احنا قلناه لجنة الحكام اشتغلت عليه والتحاد القرى اعتمدوا اعتمدوا والقائمة تم إرسالها بالكواليس والتفاصيل اللي بقولها لحضرتكم ده ملف التحكيم وكل التفاصيل اللي موجودة فيه طيب أهل الجزيرة والتدريب في ملعب مختار التيتش والتدريب هيكون الساعة 6 ولكن قبل نصف ساعة من التدريب معانا من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي توفيق مسائل فل أخبار التدريب عندك أكيد هيبدأ ستة بس يعني من خلال بقى معرفتك بالكواليس والمعلومات ولقاءك بالجهاز واللاعبين مدى استعداد الفريق لمطش امبي وأبرز اللاعبين اللي ممكن نشوفهم في مطش امبي إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي سهل الخير الزميل العزيز محمد تحياتي ديك وكل مشاهدة قناة الهداء في كل مكان زي ما انت بتطلب الفعلي ممكن نستعد هنا على قدم نوصاق في ملعب مختار التيتش بالجزيرة سددنا لملاقات امبي بإذن الله في مورات دور النصف نهائي لبطولة كاقس مصر ممكن ده الموسم طبعا المنقضي وإن شاء الله اللي هنكملها بإذن الله في أول السنة الجديدة إن شاء الله رب العمين يعني بطولة 22-23 مكملة معنا الغيات 24 بإذن الله رب العالمين يمكن يا محمد بن بدري جدا يمكن التدريب معاده ستة ولكن من الساعة أربعة بيبدأ توفض اللاعبين الجهاز الفني الجهاز الطبي كلهم موجودين خلية نحل هنا شغالة جوه ملعب مختار التيتش بالنادي الأهل هنا في الجزيرة كل واحد بيعملوا الضور المنوط به ممكن الجهاز الفني المعاون بيحضر الملعب لبدء التدريبات مستر مارس الكورر بيبدأ يحضر وحدات تدريبية وكافة التفاصيل طبعا الجهاز التحليل الخاص بالتحليل المباريات ويأداء اللاعبين بيقعد تقاريره أول بأول على مستر مارس الكورر فبجد يا محمد يعني فعلا شبه خلية نحل شغالة في عمل متكامل ومتناغم علشان نشوف الأداء اللي بنشوفه في الملعب ودائما يا رب يكون أداء مميز ودائما يا رب يكون حظ البطلات من نصيب النادي الأهلي زي ما أنت قلت يا محمد إن شاء الله التدريب هبتدي فيه تمام الساعة السادسة التدريب النهاردة هيكون تدريب شامل كامل على كل اللاعبين هيكون التدريب الأساسي والرئيس استعدادا لمباراة أمبي بعدما الفريق حصل على أجازة بالأمس من التدريبات طبعا الفريق كان اتمرن على طول بعد مباراة سان جورج اليوم التالي على طول كان تدريب بس مجرس تشفاء للعابين لأسيني اللعب المباراة وبقية اللعبين خلوا تدريب قوي جدا مع الجهاز الفني النهاردة كمان مكملين بإذن الله هيكون تدريب قوي لجميع اللعبين الموجودين في قائمة الفريق وعاز أطمنك باحما أنت بتتكلم على اللعبين من موجود ومن مش موجود طبعا النهاردة عاز أطمنك باحما على اللعبين كلهم الغيبين من فترة كريم ندود يمكن بدأ الجاري حوالي الملعب عمر السلية محمود متولي كلهم خلاص فيه المراحل الأخيرة من برنامجهم التأهيلي والاستشفائي خالد عفتاحي ممكن طبعا الحمد لله سليم يا محمد ولكن الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي بيفضل أنه مثلا ما يخشش فيه المباريات لتقليل كانية الاحتكاك بينه وبين أي زميل في الملعب علشان بس متعارف أن كان موضوع صعب جدا والعملية اللي تم عملها دي في الكتفة هم بس منتظرين فترة وبعد كلا هيتشارك عادي في التدريبات الجامعية وهيبقى متاح كمان في المشاركة في المبارات ولكن لحل الطمئنان بس على دراعه بشكل كامل كمان يمكن مودست محمد ما فيش أي إصابة أو أي حاجة هو اللعب موجود في التدريبات ولكن طبعا كان معمول له جهاز من قبل الجهاز الفني بكتفة مستر مارس الكولر معمول له برنامج بدني إضافي وتدريبات بدنية مكسفة في هذه الفترة الماضية ولكن هو فنيا طبيان الحمد لله لقوك تماما وجاهز لي المشاركة من المبارات مشاركته من العدمها دي بترجع لي الجهاز الفني ورؤيته في الملعب رضا سليمي ممكن النهاردة هيبقى فيه اختبار لي من قبل الجهاز الطبي محمد يحدد إمكانية مشاركته مبارات أمبي من عدمها يعني على نهاية البرنامج كده ومع بلاية التدريب أقدر أقول لك إن شاء الله رضا سليم في قائمة أم خارجها باستثناء كده كل اللعبين الحمد لله حالتهم الفنية والبدانية أكثر من رائعة كل اللعبين بقى لبقى لهم فترة فبشاركوش محمد موجودين عادة في التدريبات ولكن طبعا يعني مشاركتهم من عدم دي رؤية الجهاز الفني إن شاء الله النهاردة التدريب زي ما قلنا هيكون فيه تمام السلسة والنصف هيستمر تقريبا لمدة ساعة ونصف بكرة إن شاء الله هيكون التدريب الختامي اللي إن شاء الله هينطلق فيه تمام السابعة ومن بعدها يعلم مستمرس الكولر قائمة المباراة لنبيت في أحد فناندق القاهرة الجديدة بالقربة من أستاذ القاهرة وإن شاء الله يوم الأربعاء أربعة أكتوبر يكون إن شاء الله النادي الأهلي على موعد مع التقلق وبإذن الله حصد بطقة السعود للمباراة النهائية للحفاظ على أقب والعام التاني على التوالي بإذن الله رب العالمين تمام يا محمد طب يعني فكرة الناس الألقانة شوية لو منعن مش موجود أكرم توفيق موديست ريدا سليم أنت بتطمن كل الناس إن شاء الله اللعيبة كلها هتكون موجودة وجاهزة والأمر بس بيتعلق بوجهة نظر فنية لمارسي الكولر الناس كانت قال أنا أن الكادمة اللي تعرض لها منعن في ماتشة سان جورج ممكن تمنعه من المشاركة في المباراة القادمة لكن أنت بتطمن الناس كلها اللعيبة موجودة ما فيش أي مشكلة بخلاف السلية ومتولي وندفد لا بقى بقى كدلك يا محمد محمد عب منعن ما فيش أي شكوة خالص يا بس كانت مجرد كادمة ولكن الضرب عادي مع بقية الفريق التدريب الاستشفائي والنهارده إن شاء الله موجود في التدريبات ما فيش أي شكوة طبية خاصة به موتس زي ما أكدت لك هو بس كل الحكاية أني ما كانش موجود ده عشان طبعا ظروف القدفة ما كانش موجود في مراتين سان جورج فالجهاز الفني استغل ده وطنة عمله برنامج يعني بدأ يمكسف خيال زي الفترة عشان يقدر يجيب فورمت بقية اللعبين يعني يوصل لها أقرناه من اللعبين اللي بدأوا فتت الأداد من قبله تقريبا بأسبوعين لكن بقيت أكرم توفيق كمان موجود يا محمد سليم بنسبة 100% مشاركته من عدمها زي ما قلنا ده لما مستر مارسل كولر يكون شايف إن أكرم قادر على المشاركة بإذن الله رضا سليمي الحمد لله ممكن أنت الأسبوع اللي فات كله كان بيعمل بس تقويات للكدمة اللي كانت حصلت له في الرجبة ولكن هو الحمد لله سليمي جاذب فإن بس زي ما قلت لك ده بقت خلاص سيستم في النادي الأهلي فيش أي لعيب هيتم المخاطر يا محمد الحمد لله أنت عندك سكواد محترم عندك لعبين على مستوى عالي جدا في كل المراكز كل المراكز الحمد لله مميزة في النادي الأهلي فإنك تغامر باللعيب أو تشاركه هو مش سليم بميز ده مش موجود في النادي الأهلي خالص إن شاء الله بس هو زي ما قلت لك النهاردة اختبار طب الرضا سليم ومع نهاية معبد الميران إن شاء الله أقدر أقول لك إن كان موجود في مباراة أمبي ولا وإن كان بإذن الله الأقرب إن نتمنى أن نكون إن شاء الله موجود ويزين قائمة المباراة قائمة النادي الأهلي لها زي المباراة وكل اللاعبين إحنا طبعا في حالة جهدهم زي ما مستر مرسل كولر قال في تسريحاته بعد مباراة سان جورج الموسم طويل جدا ما عنديش لعب أساسي واحتياطي كل اللاعبين سواسية والحمد لله أنا راضي جدا عن قائمته وإن شاء الله كل جمهورنا الأهلي يكون راضي عن اللاعبين ويكونوا إن شاء الله كلهم عند حصن ظن جمعين النادي الأهلي في فترة المقبلة توفيه لو عندك كلمة أخيرة أو خبر ممكن تختم به لقاءت معنا عايز بسة شي دي محمد زي ما قلت لك بكل العناصر الموجودة في منظومة القرى بالنادي الأهلي كان جهاز فني جهاز طب حتى كمان وعمال الخدمات يعني زي ما قلت لك يمكن الناس بتعرف أن مثلا التدريب من هنا الساعة 6 ولكن بجدنا محمد من قبل الساعة 4 كمان ببقى الناس موجودة شغالة على قدم وصاق هنا كل واحد بيعمل دوره كل واحد بيجاهز كل الحاجات المنوط بيها بجد خليط نح عشان كده محمد يمكن ربنا بيكرم وبوفق عشان كل الناس اللي موجودة بجد بتتعب وبتشتغل من قلبها عشان المكان اللي بتحبه وعشان دائما النادي الأهلي يبقى في المقدمة يبقى دائما في صدارة الفرق سواء في أفريقيا مدريب الفريق استعدادة لمواجهة انبي في كأس مصر قبل مطلع الفاصل كان عايز برضا أوضح لحضراتكم قرعة دور الأبطال إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية نتكلمنا عليها في حلقة يوم السابت وشرحنا كل كوالسها وتفاصيلها والفرق المرشحة والمجموعات ممكن تبقى ازاي واللي احنا قلناها طبقا للتوقعات هو اللي حصل دلوقتي ما فيش حاجة قلشت الحمد لله مننا فالتصنيف الاول أهلي وداد تراجي سانداونز التصنيف الثاني شباب بوليس داد طبعا بيذن الله يتأهل النهاردة بعد ما يعدي عقبة بطل سيرليون وسيمبا وبيراميدز وبترو أتليتكو الأنجولي المجموعات كلها تبقى قوية جدا التصنيف الثالث مازنبي الهلال السوداني يانجي أفريكانز أسيكا ميموزا كلها فرق مصنفة ولها بعكت كبير جدا تخيل أنت بتتكلم عن المجموعات وتلاقي مازنبي في التصنيف الثالث تروح للتصنيف الرابع تلاقي في النجم الساحلي فأنت تخيل مجموعة ممكن يقع معك مثلا بيراميدز والنجم ومازنبي أو بيراميدز والهلال والنجم يعني عارف لا وارد جدا ممكن كمان يقع معك سيمبا ويانجي أفريكانز يعني ممكن تلاقي في مجموعتك الأهلي سيمبا يانجي أفريكانز والتصنيف الرابع بقى أنت ونصيبك يطلع النجم الساحلي يطلع جالاكسي البتسواني نوازيب الموريتاني ميديام بطل غانا وبالمناسبة بمناسبة الأرع يعني وتأهل الفرق بوجه التهنئة للأشقاء في دولة موريتانيا على تأهل فريق نوازيبو لأول مرة بطل موريتانيا يتأهل إلى مرحلة دور المجموعات الأشقاء في موريتانيا موريتانيا دولة عربية سعداء بالتأكيد بتواجدهم في دور المجموعات فألف مليون مبروك على تواجد موريتانيا وبطل موريتانيا نادي نوازيبو في دور المجموعات نتمنى نتمنى ممكن نكون موجودين مع الأشقاء في قرعة المجموعة يمكن الأهل مرحش موريتانيا من سنين أو مرحش خالص أعتقد يعني فممكن البطولة دي تبقى فرصة جيدة للقاء مع الأشقاء في موريتانيا خلال الفترة الجاية عموماً القرعة إن شاء الله هي مجمعة في إحدى الشبكات الرياضية في جوهانس بيرجي في جنوب إفريقيا وأنا أتعرف بإذن الله على مين منافسين الأهلي في هذه البطولة والنهاردة عندكم سؤالي الحلقة وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم بالتأكيد على توقعاتكم من القرعة وكل واحد يتخيل كده قرعة الأهلي هتبقى إزاي دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معنا النهاردة في فقر الترند الترند فاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند ده جانب مبهج جداً ومفرح جداً لربطة مشاجع الأهلي في قطر لاستقبال الأبطال النادي الأهلي وأبطال إفريقيا لكرة السلة لعب النادي الأهلي والجهاز الفني اللي بيشارك حالياً في الدوحة للبطولة العربية يمكن الأهلي مبارح كان عنده مباراة مع ديجل العراء والأهلي كسب 92.77 ودلوقتي أنا معكم على الهواء مباشرةً في مباراة ما بين الأهلي والاتحاد الليبي وانتهى الشوت الأول بتقدم الأهلي 35.24 ولكن جمهار الأهلي زي ما أنتم شايفين في كل مكان في العالم أينما وجد الأهلي على طول تجد جماهيره موجودة معاه في كل مكان لذلك لشون تشوفت الوقت على الهواء مباشرةً بعض اللقاطات الخاصة باستقبال ربطة مشاجع الأهلي في قطر لفريق النادي الأهلي لكرة السلة اللي بيشارك في البطولة العربية نتمنى لهم التوفية رب إن شاء الله بعد الفوز في اللقاء الأول وحالياً كمان متقدمين على الاتحاد الليبي في الشوت الأول 35.24 عندي تفاصيل أكتر بقى في السوشيال ميديا وأخبار الفريق والاستعداد لمباراة أمبي والنهار ده الترند المحلي والعالمي فيه قضايا مهمة جداً ولكن نطلع نتابع آخر أخبار الترند طيب نبدأ مع بعض آخر أخبار الترند والبداية هتكون من ترند الأهلي ترند الأهلي والبداية مع حساب الوطن السفورت بيقولوا نتأكد غياب خمس لعبين عن الأهلي أمام أمبي خبر متكرر يومياً بشوفه في كل المواقع عن غيابات الأهلي وكالعادة نفس الأسماء بتتقرر لأن الإصابات غالباً مش هتتحل في يوم وليلة يعني أكيد بتاخد برنامج زمني سواء تأهيل أو إعلاج يعني بالتالي الخمسة مستمرين معنا لمدة يعني مش كبيرة إن شاء الله ولكن مدة لسه الفترة اللي جاية السورية ندفيد صلاح محسن محمود متولي وكمان خالد عبد الفتاح وكان زي منا محمد توفيق كان معنا من شوية من ملعب التتش وشرح لنا بوقف المصابين خلال الفترة اللي جاية لكن الخمسة مش هيكونوا موجودين في مطش أمبي ووالد جداً كمان الخمسة ما يكونوش موجودين في مطش الإسماعيل طيب حساب اليوم السابع بيكلموا على التشكيل المتوقع للأهلي أمام أمبي إمام ومراوان وديانج يقودون خط وسط الأهلي أمام أمبي في كأس مصر مصدر بيقولهم يعني في اليوم السابع إن كولر استقر على اللعبة بالثلاثي إمام عشور مراوان عطية وقاليو ديانج في وسط ملعب الفريق أمام أمبي في مباراة كأس مصر وطبعاً بنسبة كبيرة يعني كولر عيلعب بالتشكيل الأساسية دي مباراة ببطولة فأكيد لازم تكون جاهز بالتشكيل الأساسية وده أكبر دافع لكولر إنه هو كان منح راحة لبعض الأساسيين في مطش إياب الدور التمهيدي قالت ثاني أمام سان جورجا الأسيوبي كان لازم تدفع بكوكا بكريمة ديبيس بكريستو عشان تدي راحة شوية لحسين الشحات وكمان لإمام عشور وكمان لعلي معلول وإن كان تم تدفع بعدد منهم في الشوت التاني طيب كورا بلاص النهاردة بتكلموا على إن كولر يدرس إعادة معلول وديانج لتشكيل الأهلي بنصف نهائي كأس مصر وده اللي بأكد عليه إن القوة الضربة بالتأكيد اللي غابت على المطش التمهيدي الثاني اللي قال إياب هتبقى موجودة في مطش إمبي ديانج على فكرة برضو خد راحة في المطش اللي فات وارد جدا كولر يبدأ بيه مع ماروان عطية وإمام عشور اللي ظاهر بشكل رائع جدا مع الأهلي في أول شهر أو شهرين في مشاركة رسمية مع النادي الأهلي طيب حساب سبورتل 360 مصرية وبيكلموا على أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الجيل الحالي بالنادي الأهلي علي معلول على القمة علي معلول على القمة 125 مساهمة تهديفية أحرز 50 هدف وعمل أسست 75 هدف حسين الشحات 90 مساهمة أحرز 47 هدف وعمل أسست 43 أفشة 79 36 هدف أحرزهم وساهم في 43 هدف السلية 56 مساهمة أحرز 28 وصنع 28 يعني 50-50 بالنسبة لعمر السلية كهرباء رغم الوقت الأسر اللي شارك فيه عمل 46 مساهمة تهديفية أحرز منهم 34 هدف وعمل أسست في 12 هدف طيب المصر الرياضي بتكلموا عن أنه أقرم توفيق عقد جلسة مع مارسي الكولر طلب فيها المشاركة في مباراة الأهلي بصوا عشان ما تكلمش كتير في الجلسة دي اللي أكيد ممكن ما تكونش تمت بالشكل الرسمي زي ما أنتوا شايفين أو قريتوا يعني الفكرة في النهاية أنه كولر ما بيستعجلش على مشاركة أي لاعب في أي مباراة رسمية كولر بيعتمد على فكرة الجاهزية وفي توقيت مناسب بيختار الوقت اللي ممكن يسمح بمشاركة لاعب دون أن يتعرض لأي إصابة عضلية خاصة لو غايب فترة بتقترب من 9 شهور حالة كريم فؤاد ممكن تكون غير أقرم توفيق استعداد كريم فؤاد ممكن يكون غير أقرم توفيق أقرم ممكن يكون حماسي أكتر فالجهاز الفني متخاوف ومش عايز يدفع بيه مرة واحدة حتى لو تشوفوا مشاركة كريم كانت في جزء من مباراة المصري ماتشي سان جورج في التحامات قوية مشاركش فيه ما كانش موجود في القايم الماتشي الثاني نزل ولكن في الجزء الأخير لما المباراة تم حسمها بنسبة 100% فكولر ليه سياسة معينة ليه استراتيجية معينة فعشان كده مفيش أزمة مع أقرم ولكن المواقع زي ما أنتوا عارفين طبعا وتحديدا يعني المصر الرياضي بتحب تركز على التفاصيل اللي انتوا شايفينها ده عشان تختلق نوع من بعض الأزمات اللي مفيش فيها أي حقيقة خالص الوطن الرياضي بيكلموا على أن فيه توصية طبية تتيح بمودست من تشكيل الأهلي الكلام على وقدة الوطن بيقول أن كولر أطاحها بمودست خلال الفترة الماضية بتوصية طبية من أحمد أبل وفا وأن أبل وفا عقد جلسة مع كولر وقدم ليه تقرير طب للتعامل بالشكل الأمثل مع مودست وأبل وفا طالب تعجيل مشاركة مودست في التشكيل الأساسية ومنحه فرصة كبديل في البداية ده الكلام ده إيه على الفترة اللي فاتت طب انتوا عارفين أن الفترة اللي فاتت أساسا أنتوني مودست ما كانش مقايد في القيمة الإفريقية يعني الفترة اللي فاتت تبقى لأنه عنوان اللي مكتوبة هو توصية طبية تتيح بمودست من تشكيل الأهلي خلال الفترة الماضية في تفاصيل الخبر طيق رأيها خلال الفترة الماضية ماتش سانجورج زيهاب وإياب مودست أصلا مش متاح للمشاركة في الفترة دي لأنه لم يقايد في قائمة الدور التمهيدي ألا الثاني ولكن تبدأ تتكلم على العلوان ده إمتى من يوم اللي أربعة ماتش إمبي ما لقيتش مودست يبقى ممكن يكون فيه توصية طبية ما لقيتش مودست وماتش الإسماعيلي ممكن تكون فيه توصية طبية على فكرة دورنا ودور جمهور الأهلي الفترة اللي جاية الدفاع عن أي لاعب بأي شكل من الأشكال لأن فيه لعيبة هيتم اختيالهم معنويا الفترة اللي جاية بقى لها لكم بصراحة وممكن ده أتكلم عليه في حلقات جاية بس من خلال استعراض للأخبار فيه حاجات بتبقى واضحة قوي مثلا على سبيل المثال أنتوني مودست على سبيل المثال إمام عشور كهرباء وكهرباء احنا خلاص بقى أن فترة عندنا خبرة في الجزئية دو وكهرباء كمان بقى عنده خبرة الفترة اللي جاية هتلاقي أقرم طوفيق بيدخل شوية في الأسامي اللي ممكن تتقال ففيه لعيبة بيتم اختيالها معنويا بحيث أن هي تكون لعيبة بتصير أزمات ممكن ما تنجحش ممكن تعمل مشكلة فاللعيبة دي هتلاقي الكلام دائر حواليهم شوية الفترة اللي جاية مودست ما كانش موجود الفترة اللي فاتت لأنه مش مقايد في إفريقيا وبالتالي تدريباته في الفترة اللي فاتت بقى أنه مش هيلعب كان محتاج برنامج بدني وارد جدا لعيب لسه جاية جديد ما كانش معاك فترة إعداد محتاج برنامج بدني ولكن بعض يعني بنحاول نشوف اللي كتب في السوشيال ميديا عشان نوضح لحضراتكم القصة كاملة طيب ملعب القاهرة 24 وبيقول الأهل يطالب بالساعة الجماهرية الكاملة لاستاذ القاهرة في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي برضو تفاصيل الخبر مش بنفس الشكل ليه؟ أولاً الأهل لم يطالب بالساعة الجماهرية وليس من اختصاص النادي الآلي المطالبة بالساعة الجماهرية الناس يا جماعة وهي بتكتب لازم تعرف الفرق ما بين البطولات الإفريقية اللي في دور الأبطال والبطولات الإفريقية المتعلقة بالمسابقة الجديدة الدوري الإفريقي بمعنى أنت في دور الأبطال أنت كنادي المسؤول عن يعني الموافقات الأمنية مع الاتحاد الوطن عشان الجمهور يحضر المتشاط ولكن في الدوري الإفريقي هنا اللي بعت الخطاب بيطالب بالساعة الجماهرية وبعتت للمين؟ بعتت للكاف وبعتت لاتحاد الكورة لأن اتحاد الكورة هو المعني بالمخطبة لإرسالها للجهات الأمنية من أجل حضور الساعة الكاملة في مباريات الألف السادة القاهرة سواء مدشة 24 أكتوبر مع سينبا لقاء الإياب في حال التأهل بإذن الله لقاء العودة مع سانداونز أو بيتران تليد كويم 1 نوفمبر 11 نوفمبر اللقاء الإياب في نهاية البطولة في حال التأهل بإذن الله يوم 11 نوفمبر فالمعني بالساعة الجماهرية ليس الأهلي ولا الاتحاد الإفريقي ده خطاب من الشركة التي تدير المسابقة مع الاتحاد المصري والاتحاد المصري بالفعل استلم هذا الخطاب منذ عدة أيام وتم إرساله إلى وزارة الرياضة لإرساله إلى الجهات المعنية لحضور 60 ألف متفرج الساعة الكاملة في مباراة الأهل وسمبا يوم 24 أكتوبر وأنا تمنى أكيد بإذن الله يكون فيه موافقة لأن الفترة اللي جاية فيه اتجاه أن يكون فيه حضور جماهري أكتر في المطشط القادمة وأكبر دليل مطش الأهل وسان جورج مطش الزمالك وقارتا سولار كان فيه 30 ألف بابلك بقى بالسوبر ليج يعني البطولة الأكبر والأقوى أكيد التلاتين ممكن تبقى ستين بكل سهولة فبحسب بطولات وبطولات بيكشف موقف اتحاد القرى من موعد مباراة الأهل وسمبا بيقولوا أن اتحاد القرى لأنه يتدخل من قريب أو من بعيد في موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي اللي هي مقرر لها يوم عشرين عشرة في افتتاحية مباراة الدوري الإفريقي اتحاد القرى يرفض مخطبة الكاف أو التدخل في هذا الأمر بشأن تأجيل مباراة سيمبا ويأتي ذلك بعد شكوى الآلي من تدخل موعد هذه المواجهة مع مباراة التوقف الدولي أنا قدر أقول الخبر ده خبر قديم مش خبر جديد والأهلي عمل اجتماعات مع الشركة المنظمة للمسابقة وتم مخطبة الشركة المنظمة بحيث أن اللعبة الدولية تيجي ازاي وده أنا أشرحته نهاردة في بداية الحلقة ولكن اتحاد القرى أساسا ليس معنى بهذا الأمر ليس معنى بهذا الأمر واتحاد القرى لن يتدخل ولم يطلب منه أحد التدخل في هذا الأمر قرى إليفن بسبب مشاركة الآلي في المونديال هل سيتم تأجيل مباراة السوبر المصري وموقف أمبي من المشاركة بصوا الخبر ده خليكم فاكرينه احنا النهاردة كام؟ 2 أكتوبر 2 أكتوبر الخبر ده ممكن يتشقلب ركزوا بس في الكلام ممكن يتشقلب خالص لو الأهلي تخطى ماتش 15-12 وتأجلت له الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا لأن الجولة الرابعة لسه ما تحددش معادها فالجولة الرابعة لو تحدد معادها في آخر 12 يبقى مباريات السوبر المصري موقفها إيه؟ محدش عارف سيبكم من فكرة موقف أمبي من المشاركة يشارك ولا ما يشاركش ده شاء ندخلي مع الاتحاد المصري خلينا نتكلم على الأهلي الأهلي لو كمل في كاس العالم الأندية لغاية 22-12 في مباراة في الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا هتتأجل معادها لسه لم يتحدد لما يتحدد معادها هنقدر نقول هل معادها هيتضارب مع معاد بطولة كاس السوبر لأن دي الأبطال؟ ولا لا خلوا الكلام ده بعدين ولكن وارج جدا تحصل مفاجأة تضرب كرسي في القلوب طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال التي راحناها في بداية الحلقة مجموعة الأهلي في دوري الأبطال مين يكون مع الأهلي؟ أستاذ سعيد بيقول مهما كانت الفرق الموجودة مع الأهلي في المجموعة إن شاء الله قادرين على الصعود والفوز بالبطولة إنه الأهلي ملك إفريقيا يعني الأهلي بما الحضر أيا كانت مين الفرق؟ أستاذ مروى الأهلي بترو أتليتكو مازمبي النجم الساحلي يا مجموعة قوية جدا إيدي كتيهلة يا أستاذ مروى أستاذة نورة مسائل خير يا أستاذ محمد الأهلي وبيرامدز والهلال السوداني والنجم الساحلي يا جماعة ديكوت إيه أولي كده كلها مباراة قوية ومعافرة كبيرة والأهلي كبير طبعا بس إحنا إيه بتعرفين موضوع الأورى ده بيبقى فيه يعني شوية تصصبينس كده شوية على التوقعات أستاذ سامح كل التوفير لنادي القرن في دور المجموعات أتمنى الأهلي يقع في مجموعة فرقها ملعبها جيدة وغير مرهقة في الصفر أتوقع يكون الأهلي على قمة الجروب A ومعه كل من بيتلو أتليتكو الهلال ميديامة الغاني الأهلي يخشى الجميع ولا يخشى أحد هو ملك القرن والأسطورة أهلاوي أنا والفخر لها أنت بتقول مش عايزين مجموعة فيها صفر كتير وانت مختار بيتلو أتليتكو وميديامة الغاني يعني هتتنقل من الشرق للغرب في البطولة الإفريقية عموما نتمنى التوفيق رب لإنقلنات الأهلي في قرأة المجموعات يوم الجمعة اللي جاية بكرة وبعد ومش هنكون معاكم بكرة إن شاء الله في مباراة للناشئين قطاع ناشئين على شاشة القناة الآلي والأربع مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر ومن السبت المقبل إن شاء الله هنكون معاكم في تغطية وبالتأكيد متابعة حية على قرأة الأهلي في دور المجموعات اللي هتجرأ يوم الجمعة في جوهانسبرج في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة يوم السبت المقبل بإذن الله شكرا وإلى اللقاء